بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر الإدارة المالية إثنان اليوم بإذن الله سننطلق في الفصل الرابع لهذا المقرر والذي سنتحدث عنه في الأسهم والسندات وأولى دروس هذا المقرر هي مصادر التمويل في هذا الفصل الفصل الرابع لأسهم والسندات سيكون لدينا عدة أهداف بإذن الله سنحققها في نهاية هذا الفصل وستكون قادر بإذن الله على فهم مختلف مصادر تمويل الشركة كما تعلم الشركة قد تحتاج إلى مصادر لكي تمويل العملية تحتاج إلى أموال كيف تأتي بهذه الأموال سنتحدث عن هذه المصادر ونفصل فيها بعد ذلك سنتحدث عن مزايا وعيوب الأسهم العادية سنعرف ما هي الأسهم العادية وسنتحدث عن أبرز المزايا والعيوب لهذه الأسهم ومن ثم سنتحدث عن الاستراتيجيات التي تؤثر على سياسة توزيع أرباح الشركة كيف توزع الشركة أرباحها وما هي الاستراتيجيات التي تؤثر وكيف نفسر هذه الاستراتيجية بعد ذلك سنتحدث عن الأسهم الممتازة وهو نوع آخر من الأسهم وبالتأكيد سنتحدث عن المزايا وعن العيوب بعد ذلك سيكون حديثنا عن خصائص جميع عدوات الدين منها السندات وكنا في الفصل الأول تحدثنا عن جزء من السندات سنصف أنواع سندات الشركات سنوضح أيضا طرق ستسديد الديون في الشركات كيف تسدد الديون في الشركات بعد ذلك سنتحدث عن دور الأوراق المالية الحكومية والدين العام على الاستثمار سيكون لدينا أذنات الخزينة أو غيرها من السندات الحكومية وسنتحدث عنها بإذن الله في الدرس الأخير نبدأ بتمهيد لهذا الفصل كما سبق وذكرنا في الفصل الأول نحن في الفصل الأول طرقنا إلى جزء من هذا الأمر وذكرنا أن الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تخضع لضوابط ماذا؟ هيئة سوق المال هي المشرعة هي من تسن الأنظمة وكل الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية لا بد أن تلتزم بالتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال لإدراجها في السوق أو حتى بعد الإدراج من خلال عمليات الإفصاح عن القوائم المالية أيضا من أهم الأهداف التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030 هي تسهيل تنفقات الاستثمارات الخاصة لماذا؟ من أجل تحسين قدرة الشركات السعودية على التنافسية إذن المملكة لديها أهداف في جميع المجالات وكما ذكرنا في الفصل الأول من أهم أيضا الأهداف أو المجالات هو القطاع المالي فالشركات تتنافس فيما تعلق في سوق المال وبالتالي لا بد من وجود أنظمة تتوافق مع أهداف الرؤية كذلك جلب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال السعودي لا يمكن أن يأتي مستثمر وهناك أموض في التعليمات أو الأوامر أو عدم وضوحها وبالتالي دور هيئة سوق المال هو التنظيم ومتابعة الشفافية والوضوح في سوق المال وكنا قد ذكرنا في بداية المقرر ومقرر السابق أن القوائم المالية مهم جدا لكل شركة داخل في السوق أن تفصح بالوقت المحدد بالشفافية والموضوعية لأن هناك بالتأكيد سيتعلق بهذه القوائم استثمارات سواء شركات تعلن وبالتالي الأفراد يستثمرون قد يستثمر فد أو شركة أو حتى مستثمر أجنبي كلما كانت المعلومة واضحة كلما سهل على المستثمر الدخول أو مثلا عدم الدخول في هذا الاستثمار لذلك حدد مجلس الوزراء السعودي لوائح تنظيمية لتحديث إطار العمل القانوني الشركات في السعودية وتوفير المرونة في تشغيل الشركات الحالية في المملكة السعودية وتهدف التنظيمات الجديدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية كما ذكرنا إلى السوق السعودي عبر اتباع الممارسات الدولية لذلك نشاهد تداول السوق المال السعودية وكذلك هيئة سوق المال يمارسون آخر المستجدات وأيضا معايير الدولية لكي يكون هناك جذب للاستثمار وبالتأكيد الاستثمار أجنبي له دور في تنمية بالتأكيد القطاع المالي والاقتصاد في المملكة عليه سنتناول بإذن الله في هذا الفصل مصادر التمويل المتاحة في أسواق المالية العامة سنتحدث بشكل عام ما هي المصادر المتاحة؟ كل منظمة مع التوسع تحتاج إلى موارد مالية ما هي المصادر؟ سنتحدث عنها بما فيها بالتأكيد تعتبر الأسهم العادية وأسهم متازة وكذلك السندات هي مصدر من مصادر التمويل حيث تحتاج الشركات إلى تحديد أيضا طريقة توزيع الأرباح قد يكون لك أرباح لشركات كيف توزع هذه الأرباح؟ هل توزع مبالغ نقدية؟ أو توزع مثلا أسهم مجانية؟ أو قد توزع نصف سهم؟ وذلك يسمى التجزية أو حتى إعادة شراءة فضلا أن حاجة إلى تحديد كيفية الحصول على التمويل في أسواق السندات وأيضا من الضروري في هذه النقطة الحفاظ على التوازن في مختلف مصادر تمويل الشركة لماذا؟ لأن التمويل قد ينجم عنه خطر وبالتالي حينما تتوازن الشركة هي تحد من خطر التمويل حينما تلجأ الشركة إلى أخذ الأموال عن طريق البنوك أو الجهات أو استطاع الماليين بالتأكيد سيكون هذا ما يسمى بكلفة الاقتراض ذكرنا ذلك في المقرر السابق أو بالفوائد وبالتالي إذا لم يكن هناك إدارة صحيحة أو هندسة مالية كما يقال بالتأكيد سينجم عنها تعثرات ومشاكل هذه الشركة لذلك الشركات عادة ما توازن ما بين مصدر الأسهم والسندات وكذلك الحصول على القروض مباشرة من البنوك وكل نوع من هذه الأنواع له مزايا وله عيوب سواء للمستثمر أو حتى للشركة الباحثة عن مصدر تمويل نبدأ في درس الأول وهي مصادر التمويل سنتعرف بإذن الله في هذا الدرس على مصادر التمويل ينبغي للشركة أن تبحث عن مصادر التمويل وبالتأكيد وذلك باستخدام الأسهم أو أدوات الدين ويتمتع المستثمرون الذين يكون أسهم في شركة مساهمة بملكية أسهم ويمكن للشركات المساهمة أن تصدر مجموعة متنوعة من أدوات الدين مثل السندات والسكوك وذلك للحصول على تمويل للمستثمرين الذين يشترون أو يشترون سندات الدين لو تذكر عزيز الطالب فصل الأول ذكرنا لابد أن نميز ما بين أدوات الدين وأيضا الملكية ذكرنا حينما يقوم الشخص بشراء سهم في أي شركة هو أصبح مالك له حصة ملكية بقدر نسبة الأسهم التي قام بشرائها أما السندات هي أداة دين بمعنى أنت تقرض كمستثمر الشركة مبلغ بعد فترة سيكون هناك سداد لك مع الفوائد وتختلف في الأسهم أنت أصبحت شريك في هذه المنظمة أو هذه الشركة أما في أدوات الدين كالسندات والسكوك أنت ليس لك علاقة في الملكية أو في السرات عموماً السكوك يختلف وضعها كما ذكرنا هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية أما السندات ذكرنا هي أداة دين تسدد في وقت لاحق بالتأكيد مع الفوائد وبالتالي ليس هناك حديث الحقوق الملكية وعند الحديث عن أرباح الشركة فإن لسداد الاتزامات الدين الأولوية على الأسهم إذن هناك أولويات في السداد بمعنى إذا كان لأصحاب الأسهم حقوق لا يمكن سدادهم إلا بعد أن يسدد السندات أو أدوات الدين وهذا قد يكون من عيوب الأسهم وسنتعرض له أيضا ينبغي للشركة أن تسدد العائد على الدين قبل أن توزع أي أرباح بمعنى إذا كان الشركة لديها أرباح لا يمكن أن توزع أرباح على الأسهم إلا بعد أن تسدد العائد على الدين للقروض أو حتى للسندات أو الصكوك أما إذا تم حل مشكلة صفياتها فيجب سداد دين أولا فمثلا إذا كان هناك تصفي للشركة أيضا لابد أن نسدد الدين أول ومن ثم توزع الأصول المتبقية على المساهمين وبالتالي تعتبر ملكية الأسهم القيمة المتبقية الصافية وهي عرضة للمخاطر أكثر من الدين بمعنى الأسهم كما ذكرنا أيضا أسهم أكثر مخاطرة من السندات أو أدوات الدين بشكل عام وتمثل الأسهم العادية المطالبة النهائية بأصول الشركة وأرباحها في حين أن الأسهم تمثل أيضا القيمة المتبقية فإنها لا تفقد صفتها كمطالبة وهذا يعني أن المديرين والموظفين يعملون لمصلحة من حملت الأسهم أو مالك الأسهم ويتحملون المسؤوليات أمامهم لكي نوضح الصورة بشكل أكبر نحن ذكرنا في مقرارات سابقة سوف في مقدمة في الأعمال أو حتى في الإدارة المالية قد يكون لديك مشروع مثلا نفترض لنبدأ من الصفح لكي تتضح الصورة قمت بإنشاء مشروع تجاري هذا المشروع توسع وأصبح شركة أردت أن تضعه أو تطرحه في السوق المالي الأسهم نفترض أن أصبحت القيمة السوقية مثلا نفترض أن هناك عشرة مليون مثلا نفترض أن قيمة هذه الشركة أصبحت مع أن سوق الأسهم الرئيسة لا يمكن أن تدرد شركة أقل من 300 مليون هناك سوق أسهم موازي وهو ذكرنا نمو فصلنا في أيضا قد يدرج شركة ذات القيمة أقل مثلا 200 أو أقل لنفترض أن لديك شركة أصبح رأس مالها 300 مليون ريال وأردت تطرحها في سوق الأسهم وبالتالي هناك حصة تطرحها فمثلا لو افترضنا أن هذه الشركة لديها أسهم أو لديها رأس مال كما ذكرنا بثلاثة نجعل رقم سهل لكي تتضح الصورة ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين ريال نفترض أن هذه القيمة كما ذكرنا بالإشارة إلى أن السوق الأسهم لا يمكن دخول شركة في السوق الرئيسة إلا بأكثر من 300 مليون هذا الرأس المال سيوزع على أسهم على حصة أسهم بمعنى إذن نفترض أن لديها مليون سهم مليون سهم إذن سيكون قيمة كل سهم ثلاثة ريال لمليون سهم وبالتالي قد تطرح الشركة مثلا بعض الشركات لن تطرح مئة بالمئة بالتأكيد قد تطرح مثلا ثلاثين بالمئة من حصتها في سوق الأسهم بمعنى أن الشركة قبل أن تدرج في الأسهم هي تملك الشركة مئة بالمئة ولكن حينما طرحتها لسوق الأسهم بثلاثين بالمئة أصبحت حصتها في هذا الشركة أو ملكيتها سبعين بالمئة والثلاثين ذهبت لمن ساهم لمن اشترى الساهم وبالتالي إذن قلت الملكية بمقابل أنها حصلت على ماذا شركاء وبالتالي الشركاء عوضوها مثلا بقيمة الثلاثين بالمئة إذن بذلك أصبح لديك في الشركة أشخاص مشاركين هذا ما يسمى بحملة الأسهم وبالتالي هم شركاء في هذه الشركة أيضا سيتبع ذلك ما يتعلق في التصويت وغيره بالتأكيد لن يكون هناك خطوة إلا بعد أن يتفق الجميع على هذا الأمر من حملة الأسهم وكذلك الملك قد يكون هناك طرح أكبر بعد فترة قد يتم طرح إذا احتاجت الشركة بالغ أكبر قد تطرح مثلا نسبة أعلى قد تخفض ملكيتها إلى مثلا 50% وتطرح أيضا 20% في السوق وبذلك هي تقوم ببيع الأسهم أو طرح الأسهم مقابل حصة مالية أو مال تدخل لها لهذا المنظمة إما لانتفاع مثلا ملاك بها أو قد يكون أيضا للتوسع وغيره نأتي للأسهم بشكل عام تمثل الأسهم ملكية الشركة وتعقيبا على ما سبق إذا كان أداء الشركة أو شركة فهد نفترض أن لدينا فهد لديه شركة سيئا فسيؤدي ذلك إلى قلة أو انعدام العائدات المتاحة لمالك الأسهم بمعنى إذا كان سيئا لن يكون هناك عائدات أو توزيعات نقدية نحن ذكرنا في الدرس المخاطر وقبلها هناك ما يسمى بتوزيعات الأسهم العائد على السهم وهناك أيضا الأرباح الرأسمالية وارتفاع سعر السهم لكن يمكن للشركة الرابحة أن تولد عائد كبير لمالك الأسهم وذلك انطلاقا من كون أرباح المتبقية تعود إلى مالك الأسهم فقط بعد استفاء الالتزامات معنى إذا كان الشركة لديها أرباح ستقوم بسداد أولا سداد ماذا الدين إذا كان عليها دين وبعد ذلك تسدد مثل أدوات الدين كالسندات الصكوك أيضا القروض بعد ذلك يأتي دور حملة الأسهم وهم الملاك والأسهم أيضا بنوعيها سيكون هناك أسهم ممتازة وعادية سنفصل بإذن الله في الدروس القادمة الأسهم ممتازة قد يكون لهم الأولوية أكبر أيضا في التوزيع في الوقت الذي تكثر فيه أنواع عدوات الدين فهناك نوعان فقط من الأسهم وهي الأسهم العادية والأسهم ممتازة وكما يشير أيضا السهم الممتاز هي تحتل مركز ممتاز أو عالي وأيضا لها مزايا وعيوب إذا لدينا نوعين سهم عادي وسهم ممتاز وكلاهما يعبران عن حقوق ملكية أو ملكية في الشرك ينبغي ذكرنا عدة نقاط دعونا نستذكر ما تطرقنا في هذا الدرس ينبغي للشركة أن تبحث عن مصادر تمويل أصولها وذلك باستخدام الأسهم أو الدين بمعنى إذا أردت الشركة أن تشتري أدوات أو معدات إذا كيف تشتري؟ إما أن تلجأ للديون أو تلجأ إلى طرح حصة كما كان يكون لدينا شخص يملك شركة ويدخل شريك معه وبالتالي هي نفس الفكرة حينما تطرح الأسهم سيكون من اشترى للأسهم هو شريك بحسب النسبة التي تم طرحها ويتمتع أيضا مستثمرون الذين يملكون أسهم في شركة مساهم بملكية أسهم ويمكن للشركات المساهمة أن تصدر مجموعة متنوعة من أدوات الدين كما ذكرنا أيضا تعتبر مصادر التمويل ولكن أدوات الدين وليس لا علاقة في الملكية أيضا ذكرنا ملكية الأسهم تعتبر القيمة المتبقية الصافية بمعنى حينما تسدد الديون وزميع التزامات على الشركة سيكون المبلغ المتبقي هو من حق المساهمين وبالتالي يوزع بناء على الإسهام في هذه الشركة ذكرنا القيمة المتبقية هي مطالبة بسهم من الأرباح بعد سداد الدين إذا تم سداد جميع دون الشركة ستوزع الأرباح على حملة الأسهم وذكرنا الأسهم هناك نوعان أسهم العادية والأسهم ممتازة وأيضا الأسهم ممتازة تشير إلى المركز الممتاز أو العالي دعونا نجيب على هذا التمرين أختر الإجابة الصحيحة هناك نوعين من الأسهم أو أكثر من نوعين من الأسهم هناك أكثر من نوعين من الأسهم هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ ثانيا تمثل الأسهم العادية المطالبة الأولية بعادات الشركة وأصولها نحن ذكرنا لا يوجد لدينا أكثر من نوعين وبالتالي العبارة خاطئة تمثل الأسهم العادية المطالبة الأولية إذن العبارة خاطئة حذكرنا الأسهم تأتي بعد السندات وبالتالي أدوات الدين بشكل عام هي المطالبة الأولية سؤال آخر تعتبر ملكية الأسهم قيمة متبقية لذلك فإنها عرضة للمخاطر أكثر من أدوات الدين أو أكثر من الدين هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ بالتأكيد نحن ذكرنا أن الأسهم هي أكثر عرضة من الدين وعادة ما تسدد أدوات الدين أو الدين بشكل عام بعد ذلك يأتي سداد حقوق الأسهم وبالتالي إجابة صحيحة أي مما يلي ينطبق على الشركة المساهمة ما هي الشركة المساهمة؟ يتمتع دائم الشركة بأولوية سداد على ملاك الأسهم يتمتع ملاك الأسهم في شركة مساهمة بملكية الأسهم يمكن للشركات المساهمة أن تصدر السندات والسكوك دال جميع ما سبق بالتأكيد نحن ذكرنا أن دائم الشركة لهم الأولوية في السداد إذن ألف تكون صحيحة يعتبر ويتمتع الملاك في الملكية إذن صحيحة يمكن للشركات أن تصدر سندات والسكوك أيضا صحيحة إذن جميع ما سبق هي الإجابة الصحيحة إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته